الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا في الدرس السابق عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وعرفنا أنهم بنوا معتقدهم فيه على أسس وضوابط محكمة تجعل المنصف يشهد بصحة طريقتهم وسلامة منهجهم وقد ذكرنا منها القليل بما يتناسب هذا المقرر وأشرنا إلى بعض المراجع المهمة وفي هذا الباب سنتكلم بإذن الله تعالى عن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والمخالفون في باب الأسماء والصفات طائفتان المشبهة والمعطلة سنتكلم بداية عن المشبهة وهم الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين فقالوا له علم كعلمنا وقوة كقوتنا ويد كيدنا تعالى الله عن ذلك ولذا سموا بالمشبهة ويمثل هذا الاتجاه قدماء الرافضة الذين من أبرز آئمتهم هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواليقي وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجزيم لم نرى الناس نقلها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلها عن قدماء الرافضة ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره فقدماؤهم يقولون بالتجزيم الذي هو قول غلاة المجسمة ومتأخرهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم فأقوال آئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا فالمشبهة غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله مما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات النقص تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويرد عليهم بأن يقال إن الله تعالى نفى في كتابه أن يكون مشابها لخلقه ونهى عن ضرب الأمثال له فقال سبحانه ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سمية وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال فلا تضربوا لله الأمثال فمن شبه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عابدا لله في الحقيقة وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن وكل صورة تخطر بالبال فليست هي الله وأما حكم المشبه فكما قال نعيم بن حمد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه وأما الطائفة الثانية المخالفة في باب الأسماء والصفات فهم المعطلة أهل التعطيل بالغوا في التنزيه حتى نفو الصفات أو بعضها وأصل مذهبهم مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم وهو فارسي من خراسان من موالي بني أمية وذلك في أوائل المئة الثانية تلقف هذا المذهب الباطل من الجهم بن صفوان فنافع عنه الجهم وأظهره وإليه نسبة الجهمية ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة فأصبح مذهبا لهم على تفاوت فيما بينهم في التعطيل فهذا السند المظلم يرجع في أصله إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة وهؤلاء المعطلة نفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وهم ثلاث طواعف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الجهمية وهؤلاء ينفون الأسماء والصفات ويمثلهم أصحاب الجهم بن صفوان الذي ضحى به سالم بن أحوز بمرو والطائفة الثانية المعتزلة وهؤلاء يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها وينفون الصفات فيقولون عليم بلا علم قدير بلا قدرة وقد يقولون عليم بذاته قدير بذاته يعني بلا علم ولا قدرة ويمثل هؤلاء أصحاب واصل ابن عطاء الذي اتزل مجلس الحسن البصري لأجل الخلاف في مرتكب الكبيرة والطائفة الثالثة هم الأشاعرة وهؤلاء يثبتون الأسماء وصبع صفات يسمونها صفات المعاني ويؤولون الباقي وهي الحياة والعلم القدرة والإرادة الكلام السم البصر وشبهة الجميع فيما نفوه من الصفات أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم لأنه لا يشاهد موصوف بها إلا هذه الأجسام والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء فتعين نفي الصفات وتعطيلها تنزيها لله عن التشبيه بزعمهم ولهذا يسمون من أثبتها مشبهة وقد وقف هؤلاء من النصوص الدالة على إثباتها موقفين الموقف الأول الإيمان بألفاظها وتفويض معانيها وذلك بأن يسكتوا عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله فيقولون الله أعلم بمراده منها مع نفي ذلالتها على شيء من الصفات لأنهم يعتقدون أنها ليست على ظاهرها وقد سموا هذه الطريقة زورا وبهتانا طريقة السلف وقالوا هي الأسلم وهذا باطل فالسلف لا يفوضون العلم بالمعاني وإنما العلم بالكيف الموقف الثاني صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معاني ابتدعوها وهذا ما يسمونه بطريقة التأويل وهو في حقيقة الأمر تحريف وسموه طريقة الخلف وقالوا هي الأعلم والأحكم وذلك مثل تأويل الوجه بالذات واليد بالقدرة ويرد على من أنكر الأسماء والصفات من وجوه منها أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات وأثبته ما له رسوله صلى الله عليه وسلم فهل يليق أن ننكر ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين المشابهة بين الله وخلقه فإن لله أسماء وصفات تخصه وللمخلوق أسماء وصفات تخصه والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة فقد سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق عليه السلام وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل عليه السلام وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وسمى بعض عباده رؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف عباده بنظير ذلك كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه فوصف نفسه بالعلم ووصف عباده بالعلم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به وأسماء المخلوقين تخصهم وتليق بهم ولا يلزم من الاشتراك في الإسم والمعنى الاشتراك في الحقيقة وذلك لعدم التماثل بين المسميين والموصوفين ثالثا أن الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إلها ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر قال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا رابعا أن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقص والله تعالى منزه عن ذلك خامسا أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه فهو باطل يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه وهذا غير صحيح وتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله مع نفي مشابهة المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السنيع البصير فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت له السمع والبصر فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في أسماء الله وصفاته إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد